نجحت الدولة المصرية في تأسيس أكبر ثلاثة مراكز للبيانات في منطقة الشرق الأوسط كنواة لبنية معلوماتية تحتية قوية تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بالدولة والتخطيط للمستقبل فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عالية للمواطنين كلمة اللواء أركان حرب هاني محمود منصور مدير الإشارة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة السادة الحضور أصبحت تقنيات مراكز البيانات والحوسابة السحبية أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حيث أضافت آفاقاً جديدة لريادة الأعمال في كافة المجالات وخلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة ومتكاملة ومراكز البيانات بتعتبر الإنعكاس الحقيقي للتحول الرقمي وبتخلق فرص لدعم الاقتصاد وتأمنها بيحافظ على هوية الدولة نظراً لقدراتها على الاكتشاف والحد من محاولات الاختراق وتسريب البيانات ده بالإضافة لمرونة العالية في استرجاعها وتحليلها لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات اللي بتقدمها للمواطنين ولو نظرنا فندم للتطور الهائل والمتسارع في هذا المجال هنجد أن مراكز البيانات تحولت وتطورت من مجرد خوادم لتخزين البيانات وتشغيل بعض التطبيقات إلى حوسبة سحبية لها القدرة على مشاركة الموارد افتراضياً مثل البنية التحتية ومنصة التطبيقات والبرمجة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير التقنيات الحديدة وفي الحقيقة فندم بتعتبر الطاقة الكهربائية المعيار الرئيسي لإنشاء مراكز البيانات وبينقيس كفاءة وحجم المراكز بكمية الطاقة المستهلكة لتشغيل الخوادم وانظمة التبريد والبنية التحتية كما أصبحت مراكز البيانات والحوسبة السحبية صناعة عالمية كونها الأكثر قيمة في العالم وبترسخ مكانة الدولة لتكون مركزاً لجازب الاستثمارات وانطلاقاً من الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية بأهمية مراكز البيانات سيادتك وجهت بالبدء في إنشاءها لتدعيم مركز مصر كما مرر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم بالاستفادة من موقعها الفريد ومرور أكثر من 90% من حركة تدول البيانات العالمية العابرة من شرق إلى غرب العالم مروراً بالبحر الأحمر والمتوسط من خلال أنظمة الكابلات البحرية ده بالإضافة لتوفير البنية التحتية المتقدمة والمؤمنة للاتصالات بالدولة لتلبية كافة مطالب الربط وطبقاً للمعايير العالمية وعلى الفور فندم تدفرت كافة الجهود لإنشاء مراكز البيانات لتعزيز الرياضة المصرية إقليمياً ودولياً وفي عام 2018 بدأنا يا فندم في إنشاء مركز البيانات الرئيسي ومركز البيانات التبادلي لتوفير الخدمات والتطبيقات المستضافة بالمركز وعام 2023 بدأنا في إنشاء مركز البيانات والحوسابة السحبية بيوان كأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والزكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في مصر وشمال إفريقيا تبقى لأحدث التقنيات والمعايير العالمية وهنعرض فندم هذه الخدمات على سيادتك تفصيلاً أثناء تنفيذ الجولة التفقدية والهدف فندم كان العمل كبديل نشط لبعض التطبيقات الحارجة لمركز البيانات الرئيسي وأيضاً استخدام التكنولوجيا للحوسابة السحبية في تحليل البيانات الحكومية بالإضافة للعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث وبتبلغ مساحة المركز 23.500 متر مربع استغلنا منهم 10.000 متر مربع لإنشاءات الحالية والباقي للتوسعات المستقبلية وخطة الانتهاء من إنشاء المركز خلال 2 عام وتم تكثيف الأعمال وإنجاز المشروع خلال عام 1 فقط وفي الحقيقة فندم دتم لأننا ضعفنا معدلات العمل ووصلنا الليل بالنهار باشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية بطاقة 1200 مهندس وعامل وبلغ إجمال أعمال الحفر 25.000 قدم مكعب و4.200 قدم مكعب أعمال تسوية مع تنفيذ أعمال تكسيات تتحمل أكثر من 150 طن خلال 5000 ساعة عمل متواصلة وما كان لهذا الصرح أن يكتمل بهذه السرعة المقرونة بالدقة والإتقان إلا بفضل الله تعالى وتوجيهات ومتبعد سيادتكم المستمرة لتزليل كافة الصعاب والعمل بروح الفريق بين جميع القائمين على المشروع وبيتكون المشروع من مركز البيانات فندم لتقديم خدمات الحوسبة السحبية ومبنى الإدارة والتشغيل والتأمين ده بالإضافة لمركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبيحتوي المركز على 1400 خادم من الأجيال المتقدمة لتخزين ومعالجة وتحليل البيانات وتم تقسيمه لثلاث مناطق المنطقة الأولى منطقة البيانات الخاصة ثم منصة لتبادل البيانات الحكومية ده بالإضافة لمنطقة البيانات العامة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال شبكة المعلومات العالمية الإنترنت وبيوفر المركز خدمات للصدافة من خلال توفير صلاة مؤمنة وتحقيق التعاون والتكامل الحكومي من خلال استخدام التقنيات الحديث لتوطين تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوطة للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار بالإضافة إلى ذاتية الإدارة والتشغيل للحفاظ على الخصوصية المصرية وبيقدم المركز حالينا فندم خدمات لوزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ومركز البحث الطبية والطب التجديدي بالإضافة إلى باقي الوزارات والجهات الحكومية وسيتم عرض بعض الخدمات على سياداتكم أثناء تنفيذ الجولة التفقدية أما بالنسبة للرؤية المستقبلية الاستفادة من مركز فندم فهي تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقادي من خلال مدينة العدالة الزكية وتحسين قدرات إدارة المدن الزكية ومستويات خدمة المواطنين بالإضافة إلى استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميدين والطرق والمحاول الرئيسية لتحليل بياناتها من خلال منصة الزكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة التي يوفرها المركز دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية وذلك ترشيدا للتكلفة المالية وتحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من المخاطر واسترجاع جزء للبيانات الوطنية المستضافة بمراكز البيانات بالخارج لتعزيز الأمن القومي المصري مع إمكانية إتاحة جزء من المركز الاستثمار وطبقا لتوجيهات ساتة كفندم فيما يخص الجزء الاستثماري تم الاتفاق المبدئي مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال وبالفعل أرسلونا نسخ من العقود وجاري مراجعتها قانونيا وماليا وده فندم بيهدف لتعزيز الدور المحواري للدولة المصرية على المستوى الإقليمي من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة وإنشاء مراكز حوسبة سحبية وده بيجعل مصر ممر رقمي بين الشرق والغرب وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى توفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل لتحقيق الاستدامة الفنية على المدى البعيد وتنفيذا لتوجهات سيادتكم أثناء افتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في أكتوبر 2022 بإنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادل للشبكة ومراكز السيطرة بالمحافظات استفدنا يا فندم من الأماكن المتوفرة داخل مركز البيانات لإنشاء وتجهيز مركز التحكم التبادل للشبكة الوطنية لترشيد التكلفة المالية وتم إطلاق الخدمة للحفاظ على استمرارية وستدامة العمل أثناء المواقف الطريقة والحمد لله يا فندم نهينا كافة أعمال التجهيز لمراكز السيطرة بالمحافظات بإجمال 27 مركز وبتظهر أمام سيادتكم على شاشة العرض وفقكم الله سيادة الرئيس ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم لتنعم مصر وشعبها بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أمام رفاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر